قال محمد هو ابن الجزري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى من دروس شرح طيبة النشر في القراءات العشر ومع إكمال فرش حروف سورة فصلت وفرش حروف سورة الشورى إن شاء الله تعالى نقول مستمدين الحولة والطولة والمدد والتوفيق من الله عز وجل إن هذه المنظومة المباركة التي حوت القراءات العشر هي عمل جبار في غاية الإيجاز حتى إنه جمع كل هذه القراءات في ألفية ونيف ألف وخمسة عشر بيتاً بينما الشاطبية التي حوت القراءات السبع من طرق قليلة فيها ألف ومئة وثلاثة وسبعون بيتاً وأبيتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهراً وكملاً فلذلك فإن طيبة المتن فيها مضغوط جداً أوجز فيه تيسيراً على الطلاب في الحفظ حتى يمكنهم طبط هذه القراءات وأصلها طبعاً هو كتاب النشر وهو أعظم قراءات هذا الفن على الإطلاق وهو عمدة المتأخرين كافة في رواية القراءات العشر نستكمل فرش حروف سورة فصلت قال النظم رحمه الله نحسات نسك كسره حق أباء ونحشر النون وسمت لضباء كما ذكرنا مراراً تنبيهاً نؤكده لطلبة العلم خصوصاً المبتدئين في القراءات العشر الكبرى والذين يحفظون المتن هناك عدة نسخ محققة من المتن للشيوخ الأفاضل الأكارم المحققين الشيخ تميم الشيخ أيمن الشيخ إهاب فكري ولعل هناك متناً أو تحقيقاً لفضلة الشيخ عبدالله الجارالله أيضاً ولا أدري عن الباقين لكن هذه المعروفة الثلاثة الأول خاصة فأحفظ على أي تحقيق لهؤلاء الفضلاء ولا تنشغل في البداية بخلافات النسخ لأنها كثيرة اعتمدنا هنا في الشرح متن تحقيق فضيل الشيخ الدكتور المحقق إهاب فكري لكن لو اعتمدت أي تحقيق آخر فالزمه وامضي على طريقه في الضبط ولا تلتفت إلى الخلافات في بداية حفظ المنظومة لا تلتفت إلى الخلافات لأن جميع الخلافات غير مؤثرة في المعاني إلا ما ندر إلا ما ندر والنادر لا حكم له لذلك لا تشغل نفسك بخلافات النسخ في البداية لكن بعد أن تحفظها وتضبطها وصرط يعني فاهم المنظومة لا بأس أن تطلع على خلافات النسخ أما المنتهي فلا نقول له لا بأس لكن نقول له يجب عليك إذا كنت من المنتهين ومن المتصدرين أن يعني تعرف خلافات النسخ بقدر الاستطاع قال الناظم في الترجمة الأولى وهي يعني في الترجمة الأولى في هذا الدرس وهي ثانية التراجم سورة فصلت نحسات نسك كسره حق أبا هذا الذي أورد عندي يعني تكرار التنبيه على عدم الالتفات لخلافات النسخ للمبتدئين هم مبتدئين ليسوا في علم القراءات لأن من وصل إلى أن يقرأ العشر الكبرى ليس مبتدئا لكن أقول مبتدئ في العشر الكبرى مثلا مضبوطة في نسخة الشيخ تميم وهي التي حفظت عليها يعني المتونة الثلاثة لكن فيما بعد يعني اطلعت على خلافات النسخ بالنسبة ل يعني المتونة الثلاثة الأساسية في القراءات العشر الصغرى والكبرى فهنا مثلا مضبوطة في نسخة الشيخ تميم حقا أبا وفي الأخير عندنا الرمز حق وأبا الهمزة لي فقرأ البصريان والمكي وأبا نافع قرأوا بريح صرصر في أيام نحسات بإسكان الكسر فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات بالإسكان وقرأ غيرهم بالكسر نحسات اسم فاعل من نحس نحسا ينحس نحسا فهو نحس كما نقول حذر وقذر وسعد وفرق خائف يعني فهو على هذا الوزن وقرأ غيرهم اللهم حق أبا أو حق أبا أو حق أبا بإسكان الحاء قالوا إن الإسكان قد يكون تخفيفا من الكسر يعني سكن الحاء تخفيفا وقد يكون مصدرا وصف به كما نقول هو عدل من عادل عدل مثلا فهو مصدر العدل وصف مصدر لكنه وصف به أو قد يكون وصفا على حد صعب وسهل فنحس أيضا كذلك بالإسكان صعب وسهل ونحوها ثم قال ونحشر النون وسمت لذبا وتمم في البيت الذي بعدها بعده أعداء عن غيرهما أي أنت لذبا وقرأ نافع ويعقوب قرأ ويوم نحشر أعداء الله إلى النار لأنه قال في اللي بعده أعداء عن غيرهما بالرفع يعني من الإطلاق وأطلق رفعا وتذكيرا وغيما حققا فقرأ نافع ويعقوب بالنون والنصب ويوم نحشر أعداء الله إلى النار ويوم نحشر أعداء الله إلى النار وقرأ غيرهما ويوم يحشر أعداء الله إلى النار والقراءة واضحة نحشر بالنون على إسناد الفعل إلى العظيم سبحانه وهو الفاعل وأعداء مفعول به ويوم يحشر على التجهيل والبناء للمفعول وأعداء ترتفع على النيابة وهي قراءة غير نافع ويعقوب إذن عندنا القراءتان نافع ويعقوب ويوم نحشر أعداء بالنون في نحشر وأعداء بالنصب وقرأ غيرهما ويوم يحشر أعداء بالرفع بالياء والرفع التجهيل والرفع أعداء الله إلى النار فهم يوزعون تمم هذه الترجمة في البيت الذي بعده ثم ذكر ترجمتين أخرين أعداء أعداء عن غيره مجمع ثمرت عم علا وحاء يوحى فتحت إجمع والمدنيان والشام وما تخرج من ثمرات لأن الثمرات متعددة يعني الثمرات متعددة جدا بالملايين أو أو إشارة إلى تعدد أنواعها ليس أعدادها وإنما الأنواع كثيرة من ثمر كثيرة البرتقال والتفاح والموز وغير ذلك من الثمر فإشارة إلى التعدد قرأوا بالجمع هذا توجيهها لكن القراءة بالجمع هي روايتهم عن أئمتهم أما من قرأ ثمرة على الجنس والجنس جنس الثمار يعني يشمل المفرد والجمع ثم قال وحاء يوحى فتحت دمان أي أن المشر إليه بدمان وهو ابن كثير قرأ كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم يوحى إليك وإلى الذين من قبلك وقرأ غيره كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك بالتسمية والتسمية واضحة أما من قرأ يوحى إليك بالتجهيل أو التسمية المفعول فإن النائب هنا هو إليك الجر والمجرور والفاعل فيه معلوم من السياق كأنه قيل من يوحي الله العزيز والحكيم ثم ذكر تراجم أخرى في البيت التالي دمًا وخاطب يفعل صحب غمى خلف بما في فبما معي أعلما وخاطب يفعل صحب غمى خلف قرأ صحب وهم حمزة والكساء وخلف وحفص وغمى أرويس بخلف عنه قرأوا ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون للمخاطبين وهو واضح ومن قرأ الباقون قرأوا بالغيب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعلم ما يفعلون يعني اسناد إلى ضمير العباد وإذن عندنا قراءتان ويعلم ما تفعلون لحمزة والكساء وخلف وحفص ورويس بخلف عنه وسيأتي خلاف رويس وقرأ الباقون بالغيب حفص وحمزة والكساء وخلف ورويس بخلفه بالخطاب وغيرهم بالغيب أما خلاف إدريس فإن الخطاب من رواية أب الطيب عنه وروى غير أب الطيب الغيب بما في فبما معي علم بالرفع عم تم ما في البيت الذي بعده جمع ترجمتين هنا معا بما في فبما أي أن عم الذي جاءت في تتمة الترجمتين قرأ بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بلا فاء وقرأ غيرهم بالفاء لأنه لفظ بالقراءتين وجعل عم جعل المدنيين والشام يقرؤون في هذا الحرف بدون فاء وقراءة غيرهم فيها بالفاء طيب وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم دون فاء على جعل ما موصوله الذي أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم أي بكسب أيديكم وهذا على وجه على أن ما موصوله وقال بعضهم إنها يحتمل أيضا أن تكون شرطية شرطية ومع حذف الفاء جوازا ويستدلون لذلك بالبيت المشهور من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكرها وعلى حد قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقوى في الموضعين إن أطعتموهم إنكم بدون الفاء وهنا أيضا بما كسبت أيديكم طبعا إنكم لمشركون إجماعا ما في حد يقرأ فيها بالفاء وقوى حذف الفاء بما كسبت أيديكم إنكم لمشركون أن الفعل فيهما ماضي فحسن لذلك كما ذكر صاحب الفريد حسن الحذف فيها وحتى لو لم يكن ماضيا كما في الشهد الذي ذكرناه ومن يفعل الحسنات الله يشكرها أيضا جائز الحذف فيها يعني هي محذوفة في اللفظ مرادة في المعنى كما ذكره محذوفة في اللفظ مرادة في المعنى أما من قرأ بالفاء فهي على المشهور هي على المشهور من يعني قواعد النحويين إثبات الفاء فيها في جواب الشرط على أنها شرطية والفاء في جواب الشرط وهذا وهذا يعني هذا هو المشهور من قواعد النحو طيب وعلى ذلك رسم المصاحف المدنية والشامية بدون فاء وغير المدن والشام بالفاء كما نص على ذلك في النشر وفي المقنع وفي غيرهما قال بدون فاء في مصاحف المدينة والشام والباقون بالفاء ثم ذكر الترجمة الأخرى التي جمعها مع هذه الترجمة قال مع يعلم بالرفع عما يقصد قوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص بالرفع على الاستئناف بالرفع على الاستئناف وفاعلها الاسم الموصول الذي بعده ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أما من قرأ ويعلم الذين يجادلون فقالوا وذكره النوير رواه أو نقله عن الزمخشر وجماعة على تقدير فعل محذوف أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير قالوا على تقدير ولينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون ولينتقم منهم ويعلم على عطفا على فعل محذوف هذا أظهر ما ذكروا وذكروا فيه أمورا كثيرة في يعني كثير منها محل منازع وهذا أيضا فيه خلاف لكن هذا الأظهر والأقرب والأسهل وهذا أظهر ما ذكر في هذه المسألة ثم قال بالرفع عم وكبائر معا كبير رنفة ويرسل رفعا ذكر هنا وكبائر معا يعني هنا كبائر الإثم والفواحش وفي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون ويغفرون هنا وفي سورة النجم قال معا يعني في موضعيها هنا وفي سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قرأ رنفة وهم الكساء وحمزة وخلف قرأوا بكبير الذين يجتنبون والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا أو الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم فهذان الموضعان قرأوا فيهما كبيرا وقرأ الجمهور كبائر الإثم وقرأة الجمهور واضحة كبائر معروفة يعظائم الذنوب المتوعد عليها بالنار أو اللعن أو الوعيد الشديد كما في تعريفات أهل الأصول وأهل الاعتقاد فهذه كبائر الإثم قراءة الجمهور واضحة أما من قرأ كبير فإنهم يقصدون عظيمه عظيم الإثم أو أنهم أرادوا الجنس جنس الآثام الكبيرة والجنس يشمل كما نعرف المفرد والجمع أو أنهم أرادوا أعظم هذه الآثام وهو الشرك ذكر هذه الوجوه النويري على أن فعيلا كما ذكر أيضا تقع موقع الجمع كذلك ومما ذكر في الإفراد الذي يقع معاني الجمع وكثير يعني إذا قصد به الجمع ولكن أشهر ما يستدلون به قوله تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فهي جاءت على الإفراد ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصوها كثيرا جدا ثم قال ويرسل ارفع وتمم في البيت الذي بعده يوحي يوحي فسك ماذا خلفا أو صفا أن كنتم بكسره مذا شفا قال يوحي ويرسل ارفع يوحي فسك ماذا خلفا أنصفا أي أن المشار إليه ب ماذا وهو ابن ذكوان اختلف عنه في حرفين أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه أو أنه قرأ بالنصب على قراءة الجمهور أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فاختلف عنه روي عنه النصب وروي عنه الرفع طبعا الرفع يرسل بالحركة الظاهرة بالضمة الظاهرة أما فيوحي لاعتلاله بالياء فيرفع ب ضمة مقدرة أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه وهذه قرأ بها نافع بلا خلاف عنه قرأ بها نافع بلا خلاف عنه أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أما ابن ذكوان فقد فله وجه أو روية من بعض الطرق عنه كنافع وروية أيضا عنه النصب كالجمه أولا نبين خلافات الطرق في قراءة ابن ذكوان من النشر ملخصا قال روى السوري من طريق الرمل برفع اللام وإسكان الياء الياء مرفوع أيضا لكنها بضمة مقدرة وبه قطع الداني للسوري يعني بالرفع وقطع بذلك صاحب الكامل لغير الأخفش عن ابن ذكوان وروى عنه الأخفش من سائر طرقه والمطوع عن السوري بنسب اللام والياء إذن السوري من طريق الرمل بالرفع وكذلك قطع به الداني وصاحب الكامل لغير الأخفش الداني للسوري يعني وصاحب الكامل لغير الأخفش وأما النصب فقد روي من سائر طرق الأخفش والمطوع عن السوري أما توجيه هذا فإنهم قالوا في توجيه أو أن يرسل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا قالوا إنه معطوف على ما قبله أن يكلمه أو يعني أو يرسل أو بتقدير أن أو أن يرسل إلا أن يوحي أو أن يرسل أن يرسل أو يوحي طبعا يوحي معطوف عليه على أي حال فالأهم عندنا هو إعراب يرسل قالوا على زيادة أن أو تقدير أن أو أن يرسل وأما قرأة الرافع فعلى أن يرسل ويوحي مقطوعتان يعني هو يرسل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو هو يرسل رسولا وقد يكون على تقدير على عرابها حالا أو عطفا أي موحيا مرسلا أي موحيا مرسلا ويوحي كما ذكرنا على أي القراءتين سواء كانت نصبا أو رفعا هي معطوفة على ما قبلها لكنها إذا نصبت نصبت بفتحة ظاهرة أما إذا رفعت فترفع بضمة مقدرة ثم قال أن كنتم بكسرة مدى شفاء أن كنتم بكسرة مدى شفاء وهذه أول يعني يوحي ويرسل آخر التراجم المتعلقة بصورة الشورى نأخذه بعض تراجم سورة الزخرف ونكمل بقيتها في الدرس القادم إن شاء الله أن كنتم بكسرة مدى شفاء هي قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين قرأ المدنيان وحمزة والكساء وخلف وهم مدى شفاء بكسر الهمزة قالوا على أن إن شرطية يعني أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين قالوا هل تحسبون إن أسرفتم نترككم هل تحسبون إن أسرفتم على أنفسكم نترككم أفنترككم صافحين عنكم هذا على قراءة الكسر وذكر فيها ابن كثير في تفسيره عن قتادة قولا جميلا وأستحسنه قال لو أن الله رفع هذا القرآن أول الأمة يعني نزل الإنذار ثم أعرضوا واستكبروا فرفع القرآن ورفعت النذارة إذن عندئذ يحل العذاب لكن الله عز وجل من رحمته ومن لطفه بعباده أن كرر عليهم لكن الله عاد بعائدته ورحمته فكرر عليهم ودعاهم أكثر من عشرين سنة قال وحاصله قال ابن كثير معلقا وحاصله أن يقال إنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن وإن كانوا مسرفين معرضين وإن كانوا مسرفين معرضين وأما على قراءة لا نقول الجمهور لأن هؤلاء خمسة وهؤلاء خمسة على قراءة الباقين أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين لأن كنتم لأنكم مسرفون أو بأنكم كنتم قوما مسرفين فنضرب عنكم الذكر صفحا فالله عز وجل من رحمته ولطفه بعباده أنه لم يترك تذكيرهم ولم يترك دعوتهم إلى الخير وقامت الحجة على من حقت عليه الشقاوة بتكرار النذارة ووفق الله أهل السعادة لدينه ولاتباع ما جاء به النبي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من الهدى ثم قال وينشه وينشه الضم وثقل عن شفا عباد في عند برفع حزكفا قرأ عن شفا وهم نفسهم صحب حمزة ولكساء وخلف وحفص قرأوا أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحلية مناء الرباع المعد بالتضعيف أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وقرأ غيرهم أَوَمَنْ يَنْشَأُ ثُلَاثياً مُخَفَّفاً قرأ غير صحب أَوَمَنْ يَنْشَأُ في الحلية وفي الخصام غير مبين ثم قال عباد في عند برفع حزكفا يقوله تعالى وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا قرأ حزكفا وَهُمُ الْكُفِيُونُ وَأَبُوْ عَمْرُ وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا عِبَاد على الجمع من عابد عباد وَقَرَأَ غَيْرُهُمْ وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِندَ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا على الظَّرْفِيَةَ الملائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَانِ على حد قوله عند ربك والقراءتان جليتان وهذه آخر التراجم المتعلقة بهذه السورة نسأل الله أن ينفع بهذا الدرس وأن يكتب لقائله ومشاهديه الانتفاع به والأجر والمثوبة عند الله عز وجل وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى أله وصحبه ومجمعين يقارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك ترجمة نانسي قنقر